في زيارة تاريخية وبتوقيت يبدو أنه مدروس في ظل وضع سياسي حرج تعيشه البلاد وتحتاج فيه كل المكونات على مختلف منابتها ومواقعها إلى استعادة الثقة بالسياسيين المحليين والدوليين. حطت رحال مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليمز اليوم في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مدينة سبها قلب الجنوب ونقطة التقاء مختلف مكونات المجتمع الليبي كما وصفتها وليمز للاطلاع عن كثب على مشاكل المدينة مشددة على ضرورة أن ينعم أبناء الجنوب بخيرات أرضهم. وقالت وليمز إن على الجميع احترام حقوق أهل الجنوب كاملة بلا انتقاص ولا تهميش مع الالتزام التام بمبادئ التعايش والمواطنة والشراكة والعدالة الاجتماعية. إلى ذلك جددت المستشارة الأممية في كلمة لها بجامعة سبها دعوتها إلى كافة الجهة المعنية بالعملية الانتخابية إلى التوصل لصيغة مناسبة وتحديد إطار زمني وخط سياسي واضح نحو الانتخابات. مؤكدة أن الشعب الليبي لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة والتسويف والتأخير والانتقال من مرحلة انتقالية إلى أخرى. وقالت وليمز إنها التقت المئات من أبناء الشعب الليبي في الشرق والغرب واليوم في الجنوب. مؤكدة أن الجميع يريدون انتخابات وطنية على أسس متينة تنهي حالات الانسداد السياسي في هذا البلد. ودعت السيدة سيفاني من عاصمة الجنوب مجلس النواب والمجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للطلاع بمسؤولياتهم التاريخية واحترام إرادة الناخبين حيث لم يعد مقبولا التهميش أو الاستقوى على إرادة الشعب الليبي. زيارة وليمز إلى سبها لم يرحب بها من جميع الأطراف فقد تلقت رسالة مواجهة من وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير أشار خلالها أن الشرعية التي فقدتها وليمز في نيويورك لن تستعيدها اليوم بزيارتها الأولى لفزان بعد سنوات من التجاهل. هي ليست وحدها وليمز من تتهم بتجاهل مناطق على حساب أخرى بل العديد من مسؤولي هذا البلد ويكمن التحدي الأبرز للحكومة التي تسعى جميع الأطراف إلى تشكيلها على اللاعب على وتر العدالة المناطقية والتوازن لتحقيق ديمقراطية حق.